بسم الله الرحمن الرحيم المهمة اللي بالتأكيد كل جهاز فني وكل لاعب والجمهور بشكل عام مهتم جداً بالتفاصيل هذه المباراة ولما لا كل فريد بيسعى بالتأكيد للفوز والأهل تحديداً يسعى للفوز وصدارة الدوري مبكراً تسعى نقاط هتكون بداية موافقة جداً وفي نفس الوقت المباراة التي جيتها هتعبر عن حاجات كتير جداً عايشينها في الوسط الرياضي خلال الفترة الأخيرة حالة النهاردة حلقة دسمة فيها تفاصيل فيها معلومات فيها كواليس هتسمعوها بخصوص المرحلة الجاية وتحديداً مباراة القمة أمام نادي الزمالك المباراة إن شاء الله يوم الجمعة القادم على أستاذ القاهرة الدولي طيب نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وعايز أعرف رأي أستاذ المشاهدين والمتابعين وكل الأهلوية في كل مكان عايز أعرف رأيكم في أدايا الأهلي بعد مرور جولتين في الدور العام الفوز على الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل لشيء والفوز على البنك الأهلي بهدف مقابل لشيء كل واحد بيتابعنا أو بيشوف سؤالنا على السوشيال ميديا يدخل ويتابع ويجاوب من خلال صفحات القناة بالسوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقر الأخير أنا أستعرض أكبر قدر من الأراء والمشاركات لكن نبدأ حلقتنا بأهم العنوان في ترند الأهلي الفريق يدخل معسقرة مغلقاً غداً استعداداً للقمة وكمان في ترند الأهلي الجهاز الفني يفرض حظراً إعلامياً على اللاعبين وفي الترند العالمي كونتي مديراً فنياً لوتة نهام استعرض مباريات اليوم نهاردة جولة جديدة من مباريات تدوري أبطال أوروبا ساعة 8 إلى 4 في مبارتين في توقيت واحد ملامو يستضيف تشيلسي وفلفسبورج الألماني يستضيف فريد بول ساليسبورج والساعة 10 في الصهرة ست مباريات كل واحد يشوف الفريد بيشجعه يتفرج على مبارته دينامو كييف يستضيف بارشلونا بايرني ميونيخ يستضيف بينفيكا فياريال يستضيف يانج بويز أتالانتا يستضيف منشستر يونايتد يوفينتوس يستضيف زينيت سان بيترسبورج وفي الختام شبلية يستضيف فليل الفرنسي مباريات كلها مهمة جداً وبالتأكيد يكون فيه اهتمام بمبارات منشستر يونايتد حتى كمان مبارات تبارشلونا الأسباني أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض عندنا كلام مهم جداً في فقر الترند ترند وبالتأكيد الحدث الأهم بطش الزمالك والأهلي وحكام مبارات القمة أعلم بحضراتكم من جديد وفقر الترند ترند فقر الترند ترند فيها تفاصيل مهمة جداً لأننا نتكلم على آخر الاستعدادات لمبارات القمة بين الزمالك والأهلي برضو بشكل مهني نحن نتكلم على المبارات حديداً والزمالك هو صاحب الملعب والمباراة فبالتأكيد بنذكر اسم الزمالك لكن لو بنتكلم في عموما عن تاريخ الفريقين وأسماء الفريقين بتتكلم عن البطل في البداية اللي واخد 42 بطول الدوري فبتذكر اسم الأهلي قبل الزمالك لكن مهنيا المباراة اللي جاية هي مباراة نادي الزمالك فبتبدأ باسم نادي الزمالك طيب منذ قليل يمكن كان الأهلي بلعب مباراة والدية مع فريق المرج وكان بيتسو مسماني ليه استراتيجية معانة بخصوص هذه المباراة مش عقول تفاصيل كتير بشأن هذه المباراة لكن من كمعات تشكيل اللي بدأ بيه الأهلي هذه المباراة الودية أمام فريق المرج استعدادا لمباراة الزمالك يوم الجمعة القادم الأهلي بدأ بيه مصطفى شبير في حراس المرمى خط الدار محمد هاني رامي ربيع ياسر إبراهيم كريم فؤاد خط الوسط حسين الشحات وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي وفي الأمام محمود كهرباء وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف من خلال رؤيتنا كده للتشكيل فيه دفع بعدد من اللعيب عشان فرمت المباريات بالتأكيد في الفترة اللي جاية في الظل أنه كان طبعا خلال المباراتين اللي فاتوا قد فيه لعيبة ما بتلعبش ما بتشاركش بشكل أساسي إن شاء الله أنا أتمنى الجهاز الفني يوفق أنه يقدر يستفيد من خلال هذه المباراة الودية في مباراة يوم الجمعة القادم أمام فريق الزمالك طيب مباراة الزمالك تأتي أهميتها فيه بخلاف أن هي ديربي وكلاسك الكرة المصرية والحدث الأهم في الوطن العربي مباراة القمة بين الأهل والزمالك لكن بشكل عام هي المباراة نقدر نقول في ظل حالة طبعا الكلام الكتير على السوشيال ميديا والحديث كتير عن الأهل بشكل خاص تقدر تقولوا هي مباراة مهمة للأهل عشان يحقق سلاس نقاط يعوض اللي حصل في دوري الموسم الماضي الأهل كان فاز على الزمالك في الدوري الأول تعادل في الدوري الثاني لكن خسر الدوري اللي أسباب كلنا عارفينها وقتها فالسنة دي الأهل القادر كان بيحاول يثبت أنه هو كان أحق بالدوري فبالتالي يحاول يعمل نتيجة إيجابية على الزمالك التاريخ هنا بيقف في صف الأهل لأن الأهل على مدار آخر 12 سنة كان بيكسب الزمالك على طول في الدوري الأول الزمالك لم يفوز على الأهل في الدوري الأول وبالتالي التاريخ هنا بيقف في صف الأهل لكن هالي المباراة. والكلام في الإعلام بيقوله دايماً نبيتسو موسيماني من المدربين اللي بيعرفوا يشتغلوا على المباراة الكبيرة. وتحديداً حتى مع فريق الزمالك في الفترات السابقة. عندما كان حتى بيدرر فريق سانداونز. مع الأهل فيه دورة أبطال إفريقيا في الدورة العام الموسم الماضي. لكن على الجانب الآخر الزمالك برضو عنده استقرار كبير جداً. الزمالك في المباراة المحلية خلال الفترة الأخيرة. لم يخسر في آخر 26 مباراة في الدور العام. أيضاً كمان الزمالك كامل الصفوف. مكتمل الصفوف. ما فيهش إصابات. فتقدر تقول كل العناصر موجودة تحت قيادة ورؤية فنية لباترس كارتيرون. على المستوى الفني. لو بصنا على الفرقتين. هتلاقي على الأطراف أو الجباهات. لا. فيه كورة. فيه منافسة. أكرم توفي قدام أشرف بن شرقي. ده هتبقى مباراة خاصة. ما بين أكرم توفي وأشرف بن شرقي. عندنا الطرف الشمال. فيه منافسة تونسية بنكهة مصرية. البطولة طبعاً أو مباراة الدوري. مبطولة الأهل والزمالك. بنتكلم عن نكهة تونسية. أو بطولة تونسية. ما بين علي معلول. الظاهير الأيصر للأهلي. وبالتأكيد أيضاً كمان فيه حمزة المسلوسي. الظاهير الأيمن لفريق نادي الزمالك. فبتلع تكون منافسة قوية جداً. لكن في نفس الوقت. لو بنتكلم بقى على آخر مباراتين. نقدر نقول الأهلي لعب مباراتين قدر بأداء فني في مختلف من كل مباراة عن الأخرى يكسب الست نقاط. الزمالك ممكن في المباراتين كان فيه لغة كتير قوي بخصوص أخطاء تحكمية سهمت أن الزمالك يقدر يفوص في أول مباراة. تفتح له المباراة الثانية ويتقدم بهدف. فبالتالي الأداء الفني نقدر منه مختلف عن كل فريق. لو حطينا مقارنة بين بيتسو موسيماني وباترس كارتيرون موسيماني فاز على الزمالك خلال السنتين اللي فاتوا أو السنة اللي فاتت في طولة أفريقيا في الدورة العام. باترس كارتيرون فاز على الأهلي. لن بس لما كان ساعتها بيقوده. لما كان الأهلي بيقوده ساعتها ريني فيلر. موسيماني بالبطولات والأرقام أفضل. باترس كارتيرون هو صاحب أعلى راتب في الدورة المصري. هل ده ممكن يشكل ضغط عليه أنه المدرب صاحب الأعلى راتب في الدورة المصري. فعايز يزبت أنه يستحق هذا الراتب. فيعمل مباراة عشان يستحق أنه يتجدد له ثلاث سنوه ويكمل مع الزمالك. كل دي عناصر وظروف معينة هنشوفها في المباراة القادمة ما بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة القادمة. طيب الشق التاني هي المباراة حتى هذه اللحظة بطاقم تحكيم مصري. بنسبة 99 وتسعة من عشر. ليه بسيب واحد من عشر؟ حدش عارف الظروف ممكن تحصل إيه خلال 72 ساعة اللي جاية. دايما القرى المصري بيقى فيها مفاجآت. لكن طاقم تحكيم مصري. هل ممكن أقول المباراة كان الأفضل يديرها تاقم تحكيم إفريقي عربي أجنبي؟ طيب أنا مش أقول وجهة نظر. لكن أقول معلومة. إيه هي المعلومة؟ واحنا مش في شهر 11 عندنا تصفيات كس عالم. وعندنا جولتين الجولة الخامسة والستسة. ففي حكام بقى من المغرب وتونس والجزائر وجنوب أفريقيا. وكل حكام النخبة متوزعين على مباريات تصفيات كس العالم الجاية. طيب ما تيجي نشوف كده ونعمل جولة نشوف حكام كس العالم اللي جايين أو التصفيات اللي جاية هل في حكم مصري ولا ما فيش؟ لأن لو ما فيش حكم مصري طيب ما لن غامر ونجيب حكم مصري في بداية دورة وكان ممكن تحصل مشاكل أو تبقى المباراة فيها ضغط على حكم مصري في التأوية الحال وكان الأفضل يكون حكم أجنبي. مش شرط الفلئتين يطلبوا. اتحاد الكرة يمكن بغض النظر عن الاستثناء اللي حصل السنة اللي فاتت. وكان معروف المباراة القمة بيديرها دايما حكام أجانب. وده معروف من زمان. لكن هنعمل جولة ونشوف الحكام اللي هيديره في تصفيات كس العالم مين أبرزه. أنا مش رايح ناحية أوروبا خالص. أنا بتكلم على قرة إفريقيا اللي كانت الحكام موجودين في مصري خلال الأيام القليلة الماضية. ولو كنا فكرنا فيهم كان ممكن حكم منهم يستمر ويدير المباراة يوم الجمعة الجاية. طيب عندنا مباراة قمة غانا وجنوب إفريقيا في الجولة السادسة لتصفيات كس العالم. دي مباراة كبيرة. مين هيديرها؟ الحكم الدولي السنغالي ماجيد نضاي. طيب نروح لي مباراة تانية نيجيريا والرأس الأخضر مهمة في التصفيات والفرقيتين به نفسه على التأهل. هيديرها حكم جزائري وهو مصطفى غربال. طيب نروح لمباراة تونس وزنبيا. ومباراة فيها تنافس ومباراة فرقيتين الأهلي وقايزاري تشيفز. نروح لمباراة المغرب وغينيا. هيديرها الحكم الدولي البيتسواني جوشوا بوندو. نروح لمباراة غينيا الاستوائية وتونس في الجولة الخمسة. هيديرها الحكم المالي بوبوتراوري. طيب نروح لمطش بركينة فاسو والنيجر. حكم مغربي سمير القزاز حتى هذه اللحظة. ممكن نتغير لأن الجزائر معترضة. لكن هنشوف الفترة اللي جاية. طيب. فيه مباراة جيبوتي والجزائر حكم من بنين. بالمناسبة مصر والجابونة هيديرها حكم تنزاني. ان شاء الله في الجولة الأخيرة اللي هتتلاح في مصر الساعة 3 يوم 16 نوفمبر. حكم من تنزانيا اللي هيديرها هذه المباراة. طيب مباراة الجزائر وبركينة فاسو. ودي آخر مباراة في الجولة الستة. وهتبقى قمة التصفيات في ظل إن الفريتين خلاص يعني على وشك التأهل إلى المرحلة الأخيرة. هيديرها الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز. أنا الغالي دلوقتي بتكلم في مباراة كبيرة ومهمة. مش شايف حكم مصري. طيب. بتكلم على مباراة الرأس الأخضر وأفريقيا الوسطى. هيديرها الحكم الغاني اللي قدر مباراة الأهلي ويبطل النيجر. الحكم دانيل لارية. هو الحكم الغاني هيديرها هذه المباراة. طيب. مباراة ليبيا وأنجولوف مجموعتنا هيديرها حكم موريتيني. وطبعا طبيعيكم مش حكم مصري عشان دي في نفس المجموعة معنا. طيب. آخر مباراة معايا وهي مباراة تحصيل حاصل. الفريتيني خرجوا من التصفيات. ترتيب المركز مش هيفري كتير. هي مباراة غينية وغينية بيساو. هيديرها الحكم الدولي المصري محمد معروف. دمكها على الشاشة. ده خطاب التكليف من الاتحاد الدولي. هي تصفيات كس العالم بتتبع للاتحاد الدولي لكرة القدم. فبالتالي هيديرها حكم مصري هو محمد معروف. وطاقم تحكيم مصري في هذه المباراة. لكنها هي مباراة تحصيل حاصل. وبالتالي ما فيهاش تنافس. ما فيهاش قوة كبيرة. طيب. إلا إذن أنا ببدأ معاكم أشوف مدى الاهتمام بوجود حكام مصريين في المراحل الحاسمة من تصفيات كس العالم. أنا استعرضت حوالي ما يقرب من 12-13 مباراة في المرحلة اللي جاي. وده أكتر من حوالي نصف عدد المباراة في الفترة الجاي. ما فيش غير محمد معروف في مباراة تحصيل حاصل. طيب. من الحكام المرشحة؟ بنسبة تتخطى 95% إبراهيم نور الدين هو المرشح لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي. النسبة كبيرة؟ بس أنا أقول لكم إيه المؤشرات اللي تقولي لنسبة دي كبيرة؟ فيه كلام على إن محمد عادل ممكن يكون موجود معاه. فيه كلام على إن محمود البنة ممكن يكون موجود في الفار. لكن بنسبة تتخطى 95% إبراهيم نور الدين. ليه؟ أكيد عندي مؤشرات أو شواهد تثبت ده. آخر معسكر للحكام الأفرقى المرشحين لكأس الأم الإفريقية المعسكر النخبة اللي أقيم في مصر خلال الأيام القليلة الماضية كان فيه دعوة لعدد من الحكام الأفرقى. من ضمنهم ثلاث حكام مصريين فقط. أمين عمر محمود عشور محمود البنة أمين عمر حكم ساحة في كأس الأم الإفريقية اللي جاية وينفع يحكم فار أيضا. لكن في اختصاص الفار تحديدا. تقنية الحكم الفيتج المساعد كان محمود عشور ومحمود البنة وإس فجأة هو اسمه مش في القائمة ومش في الكشف تم استدعاء إبراهيم نور الدين لحكام النخبة المرشحين لكأس الأمم الإفريقية في الفترة القادمة في الكاميرون حال إقامتها من 9 يناير إلى 6 فبراير إذن إبراهيم نور الدين ما كانش من حكام النخبة المرشحين لبطولة كأس الأمم الإفريقية وفجأة تم استدعاءه مع التلات حكام المصريين فده مؤشر. المؤشر التاني في تصنيف للحكام المصريين في القائمة الدولية. إبراهيم نور الدين في الموسم الماضي كان ترتيبه الرابع أو الخامس في القائمة الدولية على ما أعتقد ارتقى في التصنيف وأصبح رقم 2 بعد محمود البنة وتخطى أمين عمر فبالتالي في تصنيف الحكام الدوليين محمود البنة رقم 1 إبراهيم نور الدين رقم 2 رقم 3 محمد عادل أدار مباراة الأهل والإسماعيلي في بداية الدوري. ومباراة الأهل والإسماعيلي في الأسبوع الثالث. جرى العرف في التحكيم تحديدا ما يفعش حكم يتقرر مرتين في أقل من أسبوع أو أسبوعين. بالإضافة لده أمين عمر أدار مباراة الزمالك وطلع على الجيش. بالإضافة لده كمان محمود البنة أدار مباراة القمة العام الماضي. اللي طبعا كلنا فاكرينها السنة اللي فاتت والأهل يفات فيها على الزمالك بهدفين. فبالتالي لو بتتكلم بين إبراهيم نور الدين محمد عاد المحمود البنة. إبراهيم نور الدين بنسبة 95% لأسباب كثيرة زي ما شرحتها لحضراتكم. ودي من خلال معلومات ومصادر بشواهد مؤينة تمت على الأقل خلال آخر شهر. الحاجة الثالثة والأهم في الفترة اللي بيتولى فيها الكابتن عصام عبد الفتاح رئاسة لجنة الحكام أو متواجد في لجنة الحكام في الاتحاد العربي أو في الاتحاد الإفريقي بتجد إبراهيم نور الدين دايماً موجود في المناسبات الكبيرة. البطولة العربية في مصر أدار المباراة النهائية. كاس الأمم الإفريقية 2019 في مصر ما كانش في القيمة النهائية وتم استدعاءه وتواجد مع الحكام المرشحين لكاس الأمم. وخرج محمود البنة ودخل إبراهيم نور الدين مكانه. معسكر النخبة الأخير ما كانش في القيمة وتم استدعاءه. الشوهيات دي كلها تقول لك أن إبراهيم نور الدين الرؤية تتجه إلى اختياره كحكم لمباراة القمة بنسبة 95%. والأيام بيننا والمباراة المجمعة ونشوف مين هيكون حكم المباراة. لكن في مثل هذه الشواهد إبراهيم نور الدين بيقترب. بدليل أيضاً كمان لم يدير أي مباراة للأهل والزمالك في الدوري حتى هذه اللحظة. وتم تجهيزه من خلال مباراة فاركو وبرامدز اللي أقيمت على السادة الأسكندرية في الأسبوع الماضي. طيب ده جزء متعلق بحكام مباراة القمة وأبرز المعلومات والتفاصيل. وزي ما قلتلكم التفاصيل دي مهمة جداً ومعلومات يمكن البعض منكم يعني أول مرة يسمحها بخصوص تصنيف الحكام واختيارات الحكام في الفترة القادمة. نتمنى التوفيق لأي حكم يدير المباراة. الموقف صعب وكنا نتمنى أن يكون في حكم عربي أو حكم أجنبي أو حكم إفريقي. لكن عموماً ده اختيار لجنة الحكام وكل لجنة مسؤولة عن اختياراتها وكل التوفيق لعناصر اللعبة أن نشوف مباراة كبيرة فنياً وجمهرياً وتحكيمياً. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نواصل مع حضراتكم باقي فقرات برنامج التريند. أهلاً بحضراتكم من جديد. وبالتأكيد عندي كمان الموضوع مهم جداً ويمكن السوشيال ميديا برضو بتتكلم عليه خلال الساعات الأخيرة بعد ما تم طرح الموضوع في مجلس النواب خلال جلسة أو طلبات الإحاطة لعدد من النواب لوزير الشباب والرياضة بخصوص بعض الأمور المتعلقة في اتحاد القورة خلال الساعات الأخيرة. لكن الأمر هنا كان متعلق به قرارات مركز التسوية والتحكيم. الشيء اللي أنا مندهش منه أن الإعلام سواء المرئي أو المقروع أو المسموع. الأهل سبق ليه أن يخذ أكتر من حكم في مركز التسوية والتحكيم. سواء حكم أول درجة أو حكم نهائي أي أن كان الحكم. لأن كمان الحكم الخاص بلاعب نادي زي ما نكش كبالة ليس حكم نهائي حتى هذه اللحظة. لدرجة أن الأمر وصل أن كابتن حازي إمام عضو مجلس النواب طرح الموضوع على وزير الشباب والرياض دكتور أشرف صبح وقال له مركز التسوية والتحكيم ما بياخد قرارات الزي ما بتتنفس. فالوزير قال له لا القرارات ملزمة على الاتحاد ولازم تتنفس. إحنا قلنا الكلام ده قزة مرة قبل كده ومحدش كان بيسمع ومحدش حتى فكر أن يقول للتحاد القورة أنت بتخالف ليحتك وبتخالف القانون. بتخالف ليحتك وبتخالف القانون. هو البعض ممكن يقول له هو للدرجة دي الموضوع مهم عشان يناقشوا أمر زي ده في مجلس النواب. ممكن وارد يمكن كابتن حازم حريص على تطبيق القانون خاصة الأمر بيتعلق بلاعب زي شيكبالة بالنسبة لنادي الزمالك. فكان حريص أن يعرض ده. لكن خدوا بالكو تنفيذ القرار ده مهم جدا. مش للأهل بس ده لكل الأطراف المنظومة الرياضية. لأن الأهل عنده حكمين في الموضوع. حكم متعلق بدوري 99 وماذا تأثيره على دوري الفريل أول. وكلنا عارفين مشرحة الموضوع ده بالتواريخ قبل كده. والموضوع ده موضوع كبير جدا جدا جدا. وتأثيره على المسابقة الماضية كبير. وكلنا عارفين تفاصيله وإلا حصل وقتها. والاتحاد الكرة عدى الموضوع وترمخ الموضوع عشان المسابقة تستمر بالشكل اللي هو شايفه وعايزه. والجزء الثاني متعلق به قضية عبدالله السعيد والأحكام اللي التصدر في هذا الشأن. لكن حاليا عبدالله السعيد طعن على القرارات في المحكمة الرياضية. وبننتظر بقى الحكم النهائي من المحكمة الرياضية. طيب. قانون الرياضة بيقول إيه؟ ولايحة اتحاد الكورة. لنا سبع عرضتها هنا قبل كده. بيتقول إيه؟ وبالمناسبة. أول ما عرضت مادة قانون أو مادة لايحة اتحاد الكورة المادة 79 كل وسائل إعلام خدت مننا وطرحت المادة دي وقعدت تستفسر وتسأل ليه المادة دي ما تتطبقهش. وزي اتحاد الكورة ما بيتطبقهاش. طيب. نروح ليه قانون الرياضة. القانون بيجوب بالليحة. ده في الأساس. المادة 67 من قانون الرياضة بتقول إيه؟ يعني عقد اختصاص المركز. اللي هو مركز التسوية والتحكيم. بناء على شرط أو مشاركة. مشارطة تحكيم رياضي. يعني يكون فيه شرط في العقد ما بين الطرفين. إنه لو فيه أي خلاف يلجأوا المركز التسوية والتحكيم. يبقى بالتالي لازم يكون فيه شرط. ولازم العقد يكون فيه مشارطة للطرفين يلجأوا المركز التسوية والتحكيم. أو مركز التسوية والتحكيم يلجأوا ليه بناء على ليحة الهيئة اللي هي بتدير المسابقة. أو ليحة متعلقة بنشاط رياضي. يعني بالتالي المادة 67 في قانون الرياضة بتقول مركز التسوية والتحكيم. ألجأ ليه إمتى؟ وفي أي ظروف؟ طيب. هل ليحة الهيئة اللي هي اتحاد القورة في ليحته في مادة بتلزمه بتنفيذ قرارات التسوية والتحكيم ايوة ايه هي المادة؟ المادة 79 اللي سبق عرضها قبل كده على الاتحاد المصري لكرة القدم تنفيذ قرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا للقانون والمواصيق الدولية يعني بالتالي القانون المادة 67 بيقول ان اختصاص المركز بينعاقد بناء على عقبند موجود في ليحة الهيئة او شرط او مشرط التحكيم في العقد اللي بين الطرفين فبالتالي هو موجود في الليحة والليحة المادة 79 بتقول ان الاتحاد ملزم بتنفيذ قرارات مركز التسوية والتحكيم وتفتكروا ان انا قلت وإلا لو ما كانش المواند سحمد وجاد وقتها وهو بيعمل الليحة الجديدة حاليا وبيحاول يعتمدها من اللجنة المنبية عشان تنشر في الوقاعة المصرية بعد اعتماد وزير الشباب الرياضة يطلع منها هذا البند وان المركز التسوية قراراته ما تكونش ملزمة لاتحاد الكرة وبالتالي القرارات ملزمة ويجب ان تنفذ لكن يجب ان يكون حكم مركز التسوية والتحكيم حكم انهاء بات ولم يتم الطعن او مر الوقت على الطعن عليه في المحكمة الرياضية الدولية هنا الحكم واجب النفاذ فكرة بقى ان الامر يتعرض في مجلس النواب والكابتن حازم يعرضه ويتروحه السوشيال ميدي علقت وكتبت وقالت لان بصراحة الجلسات اللي زي دي المفوض يتنقش فيها حاجات اهم زي ما بيتنقش حاليا دلوقتي مخالفات اتحاد الكورة ده الموضوع الاهم اما الامر المتعلق بالتنفيذ ده امر متعلق باتحاد الكورة لانه مش معقولة يعني لعيب خد ايقاف طبعا المتشاط هتنفس بالقول جابريا ازاي يعني ده ازاي وبعدين الحكم اللي صدر مش ده لي مدة معينة عشان يكون حكم نهائي لو محدش طعن افرد اتحاد الكورة جيف اليوم الاخير او في الساعة الاخيرة او طعن فبالتالي الحكم مش نهائي سواء في الشق المستعجل او الشق الموضوعي طيب ده الجزء المتعلق بمركز التسوية والتحكيم واتمنى زي ما النازمة بتناقش قرارات مركز التسوية لبعض الاندية تناقش لكل الاندية لان الامر ده كان صدر للأهل في اخطر من مناسبة وكل واحد عمل وضن من صين ووضن من عجين وبحدش خد باله ولا سمع ولا شاف وما اهتمش بالقصة الى ان دلوقتي اصبح مركز التسوية والتحكيم من القرارات او من الجهات المهمة اللي البعض حريص على تنفيذ قراراتها في الساعات اللي جاي اهرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف تريند الاهلي والمحتوى اللي موجود من خلال صفحات السوشيال ميديا اهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند الاهلي ونشوف مع بعض المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيرة وبالتأكيد هيكون الكلام كله على مباراة القمة طيب نبدأ تريند الاهلي بالحساب الرسمي للمصر اليوم الرياضي وحسابها على تويتر الخطيب يكتمع مع لعاب الاهلي قبل دخولهم معسكر لقاء القمة بكرة الاربع ان شاء الله يمكن اخر تدريب للفريق في ملعب مختار التتشي بالجزيرة بعد المباراة الودي اللي اقيمت اليوم مع فريق المرج والكابتن محمود الخطيب كما هي العادة في الفترات الاخيرة بيكون في اجتماعات مهمة قبل المباريات الحاسمة والمباريات الكبيرة جامع هيريا ان شاء الله هيكتمع مع اللعيبة وبالتأكيد كل الكلام هيكون عن الحوافز والدوافع بالنسبة للمرحلة الجاية في ظلنا يا مباراة ايا كان هي بتتلعب في بطولة الدورة ولا في اي بطولة موقف الفريقين في الدورة حتى لو في اول المسابقة هو لقاء خاص دربي ما بين الاهلي والزمالك فبالطبع يكون ليه استعداد خاص بدليل ان الفريق كمان داخل معسكر قبل المباراة بـ 48 ساعة طيب نروح كمان لحساب يلا كورة وحساب يلا كورة بيتكلم على اكرم توفيق مصدر ليلا كورة اكرم ينتظم في تدريبات الاهلي الاربعاء وجاهز لمباراة القم اكرم توفيق سليم ويعني كان الجهاز الفني والجهاز الطب بيحاوله بس يطمئنه على حالته لكن الحمد لله لا يعاني من اي اصابة وجاهز لمباراة القمة وهتكون واجهته مع عشرف بن شرقي هي قمة هذه المباراة الكبيرة الوطن الرياضي بيتكلمه على صلاح محسن وصلاح محسن خلال الفترة الاخيرة يمكن تعرض لاصابة وبعيد عن المباراة وايضا نفس الامر بالنسبة للمحمود متولي الوطن الرياضي قال الاهلي يفقد خدمات صلاح محسن ومحمود متولي امام الزمالك لكن في المقابل فريق الزمالك كامل العدد مفيش اي اصابة في فريق نادي الزمالك وبالتأكيد بنتمنى السلامة للجميع قبل هذه المباراة الكبيرة طيب حساب اليوم السابع وتصريح مهم جدا من الاستاذ احمد دياب رئيس ربطة الاندية المصرية خبر عاجل قمة الزمالك والاهلي باستاذ القاهرة ولانية لتهيير الملعب انا عندي تفاصيل بخصوص هذا الموضوع من الصعوبة من الصعوبة مباراة القمة تتنيل لأي ملعب ليه في ملعبين الفترة القادمة تم يعني حاجزهم بشكل رسمي ليه الاتحاد الافريقي بسبب استضافة مصر لدوري ابطال افريقيا للسيدات بعض الزملاء الصحفين كانوا قالوا ان استاذ الدفاع الجو استاذ 30 يونيو هيستضيف هذه المباراة والمباراة نقلت من استاذ القاهرة لستاذ 30 يونيو ابجديات الموضوع انت لو بصيت في تواريخ المباراة الفترة الجاية استاذ 30 يونيو اصلا يوم مباراة القمة الساعة 4 العصر عنده مباراة يعني الملعب هيتلاب عليه افتتاح دورة ابطال افريقيا للسيدات وبعدين مش مباراة واحدة ده مباراة الساعة 4 ومباراة الساعة 7 وفيه افتتاح قبل مباراة الساعة 4 طيب استاذ السلام نفس الامر هيتلاب عليه مباراة دورة ابطال افريقيا للسيدات في اليوم التالي فبالتالي الملعب كلها محجوزة مع الاتحاد الافريقي لأنه يتعامل عليها كمان إعلانات الملاعب والإعلانات الخاصة بالاتحاد الإفريقي خلال هذه البطولة فبالتالي المعدة لما تحدد 5 نوفمبر والربط لما نزلت على الجدوة والوقالة أستاذ الدفاع الجوي وهتهى الأستاذ عامر حسين تغاضى أو تلعي تكلم وقال لا يا جماعة ده خطأ مطبع المباراة في أستاذ القاهرة وهي فعلا المباراة في أستاذ القاهرة لم تنقل ولم يطلب أحد نقلها والمباراة في موعدها وفي مكانها حتى هذه اللحظة وده كان تصريح مهم من الأستاذ أحمد دياب رئيس ربطة الأندية المصرية طيب حساب بطولات بيتكلم في موضوعكم ونتكلم فيه فقر تريند تريند وهو متعلق به حكم مباراة القمة خاص لبطولات لجنة الحكام بالتحاد القرة تفاضل بين إبراهيم نور الدين ومحمد عادل لاختيار أحدهما لإدارة مباراة القمة وستأخذ قرارها الأخير اليوم النهاردة يعني يوم الثلاث وكان إبراهيم نور الدين طلب من عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام إدارة القمة حيث يرى أنه يملك كل المقومات التي تؤهلوا لقيادة المباراة الجزء الأخير ده أنا أصق في هذا الكلام وعلى وحدة بطولات لا أنا أصق الكلام ده ممكن يحصل لأن السنة اللي فاتت إبراهيم نور الدين طلب من أحمد مجاد أنه يدير المباراة لكن أحمد مجاد كان واخد قرار أن المباراة هيدرها محمود البنة وكان الأمر منتهي فبالتالي بيتجدد الطلب من إبراهيم نور الدين لكن المراتي هيكون من خلال الكابتن عصام عبد الفتاح وبالتأكيد الكابتن عصام بيصق تمام الثقة في إمكانيات إبراهيم نور الدين كحاكم وأنا شرحت لكم فكر ترند ترند الشواهد اللي تثبت أن إبراهيم نور الدين هو الآرب تم استدعاءه لمعسكر حكام النخبة أنا أقوله عشان اللي ما تابعناش من بداية الحلقة تم استدعاءه لمعسكر حكام النخبة الإفريقية يعني المرشحين لكاس الأمم وهو ما كانش من قيبة الحكام ودي نقطة مهمة جدا لما كان الكابتن عصام لي دور في الاتحاد العربي إبراهيم نور الدين هو الأدار مباراة البطولة العربية ما بين التراجي وبطل الأردن أيضا كمان كاس أمم الإفريقية الأخيرة عام 2019 تم استدعاءه واستبعاد محمود البنة وكان الكابتن عصام ساعته هو موجود في لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي فبالتالي كل دي شواهد تديني إحساس أن إبراهيم حسب المعلومات اللي وصلت لنا هيكون هو الأعرب لإدارة مباراة القمة لأنه كمان في التصنيف حكام القيمة الدولية تم ترقية تصنيفه إلى التصنيف الثاني بعد محمود البنة والبنة طبعا أدار مباراة القمة فبالتالي بنسبة 95% وقطة تخطها أيضا إبراهيم نور الدين هو الأقرب لإدارة مباراة القمة أما في الفار يعني أرجح فكرة أن يكون محمود البنة مش محمد عادل لأن محمد عادل للسنة الثانية على التوالي كان بيتمنى إدارتها لكن هنشوف في الساعات الجاية التركيبة نفسها من حكم المباراة ومن موجود في غرفة تقنية الفيديو طيب حساب الأهرام بيتكلم على الجزء التاريخي الأهلي لم يخسر أمام الزمالك في مواجهات الدور الأول آخر 12 سنة طبعا التاريخ مهم والأرقام مهمة لكن في الملعب لازم تأدي وتأمل مجهود كبير طيب 12 سنة احنا بنتكلم على أن الأهلي والزمالك لعبوا بعض في الدوري 122 مرة الأهلي فاز في 46 بينما الزمالك فاز في 27 وتعادلوا في 49 مباراة الأهلي سجل 151 هدف في 122 بينما سجل الزمالك 107 هدف وعندنا النتائج في آخر 12 سنة بدأت من الموسم 2010-2011 حتى موسم 2020-2021 يعني يأما تعادل يأما مكسب لكن آخر 12 سنة في الدور الأول الأهلي فاز ولم يخسر من نادي الزمالك آخر حاجة معايا في ترند الآلي حساب سبورت 360 مصرية على تويتر نشروا بيرسيتاو يعود لقائمة جنوب إفريقيا لمواجهتي زنبابوي وغانا في تصفيات كأس العالم النهاردة كان في مؤتمر صحفي ليه هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا وأعلم من خلال هذا المؤتمر هوجو بروس القائمة الخاصة بمنتخب جنوب إفريقيا في المرحلة الحاسمة أيواجه زنبابوي ثم غانا وجنوب إفريقيا بتتقدم على غانا بنقطة في التصفيات وبالتأكيد بتقترب من التأهل للدور الفاصل بيرسيتاو من العناصر الأساسية اللي بيعتمد عليها هوجو بروس وأبرز لاعب فيه منتخب جنوب إفريقيا خلال السنوات الأخيرة وصفقة مهمة جدا نتمنى له التوفيق وإن شاء الله في مباراة القمة نشوف مستوى جيد لبيرسيتاو وإن شاء الله بإذن الله الجمهور في الأساس يقف في ظهر اللعيبة والجهاز الفني وما يكونش فيه ضغوط الأهل بيملك أفضل لعيبة في مصر وأفضل سكواد نتمنى التوفيق وفي نفس الوقت المسندة من كل جماهير الأهل أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف معنا باقي فقرات برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند العالمي ونشوف النهاردة إيه الجديد اللي معنا في التريند العالمي من خلال صفحات السوشيا الميديا نبدأ مع بعض من خلال حساب إي بي إل وورليد على تويتر واللي بيقول أكثر اللعبين صناعة للفرص في البريمير ليج هذا الموسم قدامنا طبعا برنو فيرنانديز 73 صناعة للفرص أليكساندر أرنولد 62 جاك جرلتش 62 محمد صلاح 42 مات ريتشي 42 ودي قائمة أكثر اللعبين صناعة للفرص في الدوري الإنجليزي خلال هذه الفترة فيرنانديز بالتأكيد بيتصدر لكن محمد صلاح بيأتي في المركز الرابع طيب نروح كمان لحساب تويتنهام هوتسبير الحساب الرسمي لنادي تويتنهام وبيعلنوا من خلاله تولي أنطوني كونتي طبعا تدريب الفريق بعد إقالة نونو سانتو اللي كان بيقود الفريق في الفترة الأخيرة أنطوني كونتي هيتولى تدريب فريق تويتنهام خلال الفترة القادمة حتى صيف عام 2023 نتابع طيب مع بعض كمان نروح لي الجزء التاني المهم جداً حساب إي بي إل وورلد على تويتر واللي بيقول بعد أن كان كونتي هو المرشح الأول لاستلام تدريب المان يونيتد في حال إقالة سوليتشاير سوليتشاير هزم تويتنهام ليتم إقالة نونو سانتو وتعيين كونتي مدرباً لنادي تويتنهام هي الكرة كده وعالم الكرة كده ممكن تبقى داخل مباراة حاسمة بالنسبة لك تخسر تتغير يجي مدرب تاني مدرب التاني اللي جي مكانك ده ممكن يكون مرشح لفريق تاني الفريق تاني هو لكون كسبك وزي ما احنا شفنا بالتأكيد نتيجة مباراة تويتنهام مع المان يونيتد سوليتشاير كسب فتم التضحية بنونو سانتو وتم التعاقد مع كونتي وكان هو الأقرب لتدريب المان يونيتد خلال الفترة الأخيرة نروح كمان لحساب سكواكا للإحصايات على تويتر ونشر نسبة فوز المدربين في الدولة الإنجليزية بعد عودة كونتي كالتالي بيبا جوارتيولا ب73% أنتوني كونتي 67% توماس ستوخل 65% ويورجن كلوب 63% ده نسبة فوز المدربين في الدوري الإنجليزي في الفترة الأخيرة كونتي وجوده في تويتنهام هيعمل رواق كبير جدا للدوري الإنجليزي وهو بصراحة يعني الأفضل والأقوى والأخصر حضورا جماهريا الدوري الإنجليزي ما بين كل الدوريات الأوروبية في السنوات الأخيرة والسنة دي تحديدا حاجة مختلفة عن كل الدوريات طيب السؤال ترحناه في بداية الحلقة وهو متعلق برأيكم في أداء الأهلي خلال المباراتين في أول جولتين في الدور العام الفوز على الإسماعيلي أربعة صفر والفوز على البنك الأهلي بهدف مقابل لا شيء ماهر بيقول الأداء فوق المتوسط ولكن للأسف فلاعب الأهلي بعد كل فوز أشعر وكأنهم يسقون بالفوز أكثر من اللازم والضغط الإعلامي الموجه ضد الأهلي مؤثر جدا ونتمنى إن شاء الله يكون المستوى في تحسن مستمر وكلنا ثقة بالمدير الفني واللاعبين يتكلم عن الضغط على الفريق سواء ضغط إعلامي أو ضغط جماهيري لكن الجمهور ليه دور كبير جدا أنه هو يقف داعم ومساند للفريق شريف بيقول لسه بدل على الحكم بس الأداء مقبول إلى حد كبير في انتظار الأفضل يعني مبارتين مش هما اللي هيحكموا على أداء الفريق يوسف حسن بيقول أداء جيد جدا ولكن أتمنى مشاركة شريف أساسي وعلى الجنب يوصد يعني الأطراف بيرس التاو وحسين الشحات وصنع ألعاب بيكون مجد أفشا وبالتوفيق إن شاء الله بإذن الله يمكن الأهلي عنده سكواد وفيه خيارات عديدة فيه لنحية الهجومية تحت رؤية بيتسو مسماني يوسف أحمد بيقول أداء جيد جدا ولكن مطش البنك الأهلي شوت أول مش حلو خالص أنا متفائل إن المباراة الأخيرة أو الانطباع الأخير يدي إحساس للجمهور إن يكون فيه ألعق عكس ما تكون انت فاز مبارتين أداء ونتيجة تدخل مباراة القمة وانت عندك ساقة كبيرة فداي إلئني لا بالعكس حالة الألع اللي ما قلت دلوقتي أنا شايفها ظاهرة صحية قبل مباراة الزمالك محسن عبدالهادي بيقول يعني هو حكمه على الأداء الجيد ولكن فيه أفضل من كده بكتير لسه المشور طويل ومشكلتنا دايما إن احنا بنتعامل مع النتيجة أو مع الأداء حتى التحليل نفسه المحللين المباراة بيطلقوا يتكلموا على التشكيل من قبل ما يشوفوا المباراة أو يعرفوا وجهة نظر المدير الفن فبيكون حكم مسبق سواء لي الجمهور أو حتى لي مدربين أو حتى محللي القنوات الفضائية اللي بيحللوا مباراة الدورة المصر بغض النظر عن كل ده أهم حاجة الجمهور يكون داعم وقف في صف الفريق بشكل كبير جدا طول ما الجمهور وقف في صف الفرقة بيدعم الجهاز الفني بيدعم اللعيبة إن شاء الله الفترة جاية هيكون فيها استقرار فني ونتائج مميزة بشكل كبير جدا للنادي الأهلي تحديدا بيتسو مسماني نتائجه ومباراة الفترات الأخيرة أعلى من باترس كارتيرون لكن طبق مباراة القمة لها حسابات خاصة لكن كل الدعم لبيتسو مسماني في مباراة الزمالك في النهاية وفي الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي على خير غدا في حلقة جديدة من برنامج الترند وكواليس اللحظات الأخيرة قبل مباراة القمة يوم الجمعة القادمة شكرا وإلى اللقاء